اشتركوا في القناة لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 20 نوفمبر 2019 لغاية 19 فبراير 2020 ويبلغ العائد المتوقع لهذه السكوك 2.6% مقارنة بسعر 2.83% للإصدار السابق بتاريخ 16 أكتوبر الماضي وأوضح المصرف بأنه تمت تغطية الإصدار بنسبة 144% ننظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة بلجنة التكنولوجيا وبالتعاون مع صندوق العمل تمكين المؤتمر الثاني لتكنولوجيا بعدوان النظام البيئي لتجارة الإلكترونية وأشاد السيد وليد إبراهيم كانو نائب الأمين المالي بالغرفة بتنظيم هذا المؤتمر للسنة الثانية على التوالي والذي يأتي إنعقاده بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال حيث شكل المؤتمر فرصة للربط بين أصحاب الأعمال من خلال المواضيع المهمة التي ناقشتها جلسات المؤتمر منها التركيز على فرص الأعمال الناتجة عن النظام البيئي لتجارة الإلكترونية ومتطلبات التوسع في الأعمال ودخول أسواق جديدة ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية ونتقى المشاهدين إلى فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم البداية مع بورصتنا المحلية فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبة صفر فصل أربع وثلاثين بالمئة مغلقا التداولات عند مستوى ألف وخمسمائة وست نقاط وذلك عاد لارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات والصناعة وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم ستة ملايين وسبعمائة واثنين وثمانين ألف سهم بسيولة إجمالية تجاوزت مليون ومائة وثلاث وستين ألف دينار تم تنفيذها من خلال تسع وستين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية ومشاهدين فكما نلاحظ أغلقت جميعها باللون الأخضر على ارتفاع السوق المالية السعودية أقفلت عند مستوى ثمانية ألاف وخمس واربعين نقطة بارتفاع بنسبة صفر فاصلة ست وخمسين بالمئة بورصة الكويت أقفلت بارتفاع بنسبة صفر فاصلة ست واربعين بالمئة مقفلة عند مستوى ستة ألاف وثلاثمائة وثمانين نقاط سوق أبوظبي للأوراق المالية شهدت ارتفاعا بنسبة ثمانية أعشر النقطة المئوية بإقفال عند مستوى خمسة ألاف وسبع وثمانين نقطة سوق دبي المالية أقفلت على ارتفاع بنسبة قارب سبعة أعشر النقطة المئوية بإقفال عند مستوى الفين وسبعمائة ونقطة واحدة وأخيرا سوق العاصمة العمانية مسقط أقفلت على ارتفاع طفيف بنسبة صفر فاصلة صفر ثلاثة بإقفال عند مستوى أربعة ألاف وسبع وثمانين نقطة أعلنت شركة بوينغ وإمباير خلال معرض دبي للطيران إطلاق مشروع مشترك لإنتاج طائرة النقل الجوي سي ثري ناينتي ملينيم متعددة المهام ومن المقرر أن تدخل الطائرة التي ستحمل اسم بوينغ إمباير ديفنس مرحلة التشغيل بعد حصول المشروع المشترك بين الشركتين على الموافقات انتظيمية واستفاء شروط والأحكام اللازمة وعملت وزارة الدفاع في الإمارات على تشجيع الشركتين للإعلان عن شراكتهما خلال معرض دبي للطيران نظرا لأهمية ومكانة المعرض على الصعيدين الأقليمي والدولي اصطفت طوابر أمام مصارف لبنان التي أعادت فتح أبوابها بعد إغلاق استمر أسبوعا واحدا مع انتشار الشرطة أمام الفروع وفرض البنوك قيودا مشددة على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج وأعلنت جمعية مصارف لبنان أن الحد الأقصى لأسحب النقدي يبلغ ألف دولار أسبوعيا وأن التحويلات إلى الخارج ستقتصر على الإنفاق الشخصي العاجل فقط ويقول مصرف لبنان المركزي إن الودائع آمنة وإن لديها القدرة على الحفاظ على قيمة الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار الأمريكي نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل سامسون تلجأ للاستعانة بالصين في تصنيع خمس إمتاجها من الهواتف الذكية قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن البنك المركزي الإيراني مرر مليارات من عملتي الدولار واليورو في عامي 2018 و2019 إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وأضافت أن الرئيس الإيراني حسن روحاني اختلس ما يقارب خمسة مليارات دولار من صندوق التنمية الوطنية لتمويل الإرهاب واندلعت قبل أيام احتجاجات عارمة اجتاحت غالبية المدن الإيرانية ما أدى إلى مقتل أكثر من أربعين شخصاً بعد قرار حكومي برفع أسعار البنزين أكثر من خمسين بالمئة ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوطات كبيرة بفعل العقوبات الأمريكية التي تستهرف تصفير صادرات النفط الإيرانية مع اتهام واشنطن لطهران بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط وفق مجلس النواب الياباني على اتفاق تجاري محدود أبرمه رئيس الوزراء شينزو أبي مع الولايات المتحدة مما يمهد الطريقة لخفض الرسوم الجمركية العام المقبل على بضائع تشمل سلعاً زراعية أمريكية ومعدات يابانية وفي الأثناء ثمت ضبابية حيال مدى التقدم الذي يمكن أن تحرزه اليابان في التفاوض على إلغاء الرسوم الأمريكية على السيارات اليابانية ومكوناتها مما يلقي بضلال من الشك على تأكدات أبي على أن الاتفاق الذي وقعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مربحاً للجانبين كما وسيعزز الاتفاق موقف ترامب لاستعراض نجاحه أمام الناخبين وعد رئيس الوزراء بريطانيا بوريس جونسون بسلسلة من التخفيضات الضريبية للشركات وذلك في مؤتمر اتحاد الصناعة البريطانية في خضم حملة الانتخابات التشريعية وقبل نحو شهرين من موعد بريكزيت المقرر وأقر جونسون في كلمته بأن معظم رؤساء الأعمال في الشركات الكبرى لم يكونوا مؤيدين للبريكزيت لكن أكثر ما يشغلهم الآن هو انتهاء فترة الغموض بجان عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وبحسب وكلة فرانس بريس فقد وعد أنه في حالة فوزه في انتخابات ديسمبر فسيقوم بخفض الرسوم العقارية على الشركات وخفض ضرائب أصحاب العمل وخفض مساهمة أصحاب العمل في الضمان الصحي بألف جنيه أسترليني لأكثر من نصف مليون صاحب عمل والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وفي الخبر الأخير رجأت شركة سامسونج إلى خطة خطيرة للاستعانة بالصين في تصنيع خمس إنتاجها من الهواتف الذكية في العام المقبل في إطار مساعي سامسونج لمجارات منافسين يقدمون منتجاتهم بكلفة أقل وستنقل سامسونج إنتاج بعض طرز الهاتف جالاكسي A إلى متعقيدين مثل وينتينج تيك وهم غير معروفين خارج الصين وقالت مصادر إن عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي يعتزم شحن حوالي ستين مليون هاتف صيني الصنع في العام المقبل من يجملي نحو ثلاثمائة مليون جهاز ترجمة نانسي قنقر